هل ممكن أقرأ هو بيفكر في إيه من خلال أسئلته داخل الحدوثة؟ طبعاً ده 100% بيكون عندهم استفسارات كده غريبة شوية في الحدوثة أقدر أعرف هو دماغه رايحة فين؟ طبعاً لأن أنت يعني ساعات على فكرة أهالي بتكتشف أنه الولاد حصل لهم مسحاجات صعبة من وقت الحدوثة ده مثلاً حد تعد عليهم أو أنه تعملوا تنمر ساعات الأولاد اللي بيتعمل لهم تنمر بالذات ومعندهم مش قدرة على التعبير بيتكسفوا يقولوا بيحسوا أنه أنا ضعيف فما يجيش يقول له مام بس ممكن تتفلت منه في الحدوثة في وقت الحكي وأنا بحكي له حدوثة مثلاً أنا اكتشفت أن أنا بألف قصص صغيرة يا دوب على قد الحدوثة اليوم ودتها ديئة يعني مش مألف قصص فبعرف أحط لها الحكمة يعني بعرف أحط مثلاً عايز أعلمها قيمة معينة أو أعلمها مبدأ معين فبحط مثلاً حاجة فيها إثار حاجة فيها تضحية حاجة فيها تقبل الآخر بحاول قدر الإمكان أن أنا أوظفها هي ممكن تقراها وتيجي تقولي أنت أصدق علي أنت عايزني أعمل ده بيحصل في بعض الأوقات لكن مع الوقت بدأت زي ما حضرتك بتقولي كده ما استخدمهاش بشكل مستمر وفي نفس الوقت يعني لو عرفت أن في موقف مثلاً معين حصل ما خدش الحدوثة في نفس اليوم بتاع الموقف عشان هي ما تربطش حاول أبعد شوي حلو أيوة بالضبط هو ده اللي كنت بقصده من كلمي قبل كده أنه بلاش نستخدمها بشكل أنه عايز أعلم عايز أعلم لأ يعني عشان تبقى عشان تفضل أداة مؤثرة فنستخدمها بزكاء برضو يعني كده فكرة استخدام الحدوثة في المناهج التعليمية ووالله مش عايزة بوز الحدوثة بس ده حاجة حصلت معي أنا بشكل يعني مش عايزة بوز الحدوثة يعني مش عايزة بوز الحدوثة بس ده حاجة حصلت معي أنا وأنا صغيرة مثلاً جدتي كان أنا كان دراسة الجغرافية ودراسات اللي تتبقى تقيلة شوية فكانت جدتي عاملنا شخصية كرتونية بتحكيها لي أنا وأخويا وولاد خالي بتلف بيها المحافظات وتحكي لنا عن التفاصيل بتاع المرحب ومش عارفة مين راح فين وكان فعلاً عندها العدد دي أنا أقدر فعلاً أوزف ده مع المناهج اللي موجودة دلوقتي أنا أسقف جدتك مبدئياً لازم يتسقف لها لأنه هي ببساطة عملت اللي احنا بنقوله أشتر المدرسين هتلاقيهم المدرسين اللي بيعرفوا يقولوا المنهج بتاعهم في حدود أشتر الستانداب كوميديينز الستانداب كوميديين اللي بيعرف يقول حدودة حلوة للناس بطريقته فهي الفكرة في أنه حطي أي حاجة في قلب حدودة حقولك ليه الحواديد بتبقى الحواديد بتبقى لأنها بتعمل حاجتين بتخلينا في مشكلة بنحاول نحلها فإحنا مهتمين بيعرفين حل المشكلة إيه وبتخش على مشاعرنا لأن أنا مثلاً هقولكو حاجتين هقولكو مثلاً خبر إخباري مثلاً حصل حدثة على الطريق الدائري خبر هدودة هي ربنا يسلم وهاجي ربنا يسلم جميع طبعاً وهقولكو أنه حصل حدثة على الطريق الدائري عربية فيها أب وأم وطفلين وحصل حدثة كبيرة والأب في العناية والولاد مش عارفة إيه ويا رب يبقوا كويسين وهي نفس الحدودة بس هنا عملت تفاصيل إنسانية عيشتنا في القصة دخلتنا على مشاعرنا